اشتركوا في القناة اسيوسه لمدينة الاسكندرية ثم بعد ذلك ذهب الاستكمال حروبه مع الفرس ولكن اتوفى في اثناء حروبه مع الفرس في بابل في طريق العودة وطلب ان هو يدفن في الاسكندرية كانت وصيته ان هو يدفن في اسكندرية وبعد كده تم تقسيم الامبراطورية الكبيرة طبعا اتركها بين قادة جيشه فكانت مصر من نصيب القائد باطليموس الاول وده مؤسس دولة الباطليمة في مصر هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله وانا اخد مظهر الحضارة الهيلينستية في مصر تعالوا كده نبدأ مع بعض دولة الباطليمة في مصر طبعا زي ما قلت هي بتنتسب الى باطليموس الاول وده تولى الحكم من عام 323 في العام ده اللي توفى الاسكندر الاكبر وتم عقد مؤتمر في بابل واتفقوا في قادة الامبراطورية على تقسيمها بين ثلاثة باطليموس خد مصر وسوليوكوس خد سوريا بلاد الشام هو انتيجونس اخد مكدونيا فجيب باطليموس الى مصر واسس فيها دولة الباطليمة الدولة دي استمرت تحكم مصر تلات كورون ولكن كانت يعني مش كلها طبعا يعني فترات قوة كان في الجزء الاول منها فترة قوة مرحلة قوة وازدهار ولكن بعد كده بدأت ضعفة طبعا ينتشر في الدولة حتى تم سقطها وتحولت مصر الى ولاية رومانية زي ما نشوف ان شاء الله المراحل التاريخية لدولة الباطليمة في مصر مرحلة الاولى هنتكلم عنها دلوقتي مرحلة القوة والازدهار دي بتبدأ من عهد بطل ميوس الاول حتى بطل ميوس السالس بطل ميوس الاول تولى زي ما قلت 323 حتى 284 قبل الميلاد يعني تقريبا كده حوالي 39 سنة فترة طبعا كبيرة مكنته من تسبيت حكمه في مصر بشكل كبير طبعا وتأسيس امبراطورية بطلمية كبيرة مركزها مصر هو بينتمي الى احدى العائلات المجدونية النبيلة وكان صديق مقرب للاسكندر الاكبر وكان من اخلص قوات جيشه ودخل في حروب كتير لتوضيط حكمه في مصر طبعا كان فيه سراعات بين قادة الاسكندر وخصوصا على مصر لان مصر يتعتبر من اهم الولايات في الامبراطورية المكدونية نظرا لما تتمتع به من سراوات اقتصادية ضخمة ولذلك كان فيه سراعات طبعا عليها ولكن تمكن بطلميوس من القضاء على كل هذه المنافسات ضده واعلن نفسه ملك على مصر عام 305 قبل الميلاد كون امبراطورية بطلمية مركزها مصر وضع قصص النظم الادارية والمالية في مصر ولقب بالمنقذ يعني كان بلقب بالمنقذ وهو ناخد بالنا كويس او من الاسم ده وده لانه انقذ مصر من التظاهر والضيوع بعد كده اتولى ابنه ابنه بطلميوس الثاني نظام الحكم طبعا كان نظام ملكي يعني الاب يموت ابنه يتولى وهكذا فاتولى بطلميوس الثاني عام 284 حتى 246 قبل الميلاد واحدث نهضة كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية كان على نفس الدرجة من القوة والزكاء مثل والده بطلميوس الاول وحافظ على الامبراطورية الكبيرة اللي اتركها له ابوه ويعني طور فيها واهتم بالنوح الاقتصادية والثقافية زي ما قلنا وشاعد عاده توجه نحو شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وافريقيا يعني يحاول كمان ان هو يتوسع بهذه الامبراطورية لتحقيق اهداف اقتصادية وعسكرية يعني حاول ان هو يمد نفوذ مصر الى هذه المناطق شبه الجزيرة العربية البحر الأحمر افريقيا علشان يقدر يحقق اهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية فاصبحت مصر امبراطورية كبيرة في عهده ده عهد باطلا ميوس الثاني ده عملة بتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد تمثل الملك باطلا ميوس الثاني مع زوجته نشوف بقى الشخصية الثالثة وهو باطلا ميوس الثالث ده أيضا تولى العرش بعده وفات والده باطلا ميوس الثاني كان محب للعلم والثقافة يعني كان بيهتم بالنواحة العلمية والثقافية بشكل كبير تمتع بصفات حميدة حتى لقب بالخير أو الصالح كان محبوب جدا من الشعب المصري الملك دوت وده لأنه قام باسقط الدرائب المفروضة على الأهالي وفتح صوامع الغلال الحكومية لهم أثناء انخفاض منسوب فيضان النيل يعني في عهده حدث جفاف ومنسوب المية انخفض يعني الناس كانت بتعاني معاناة شديدة وكان عليها درائب كتير طبعا وباطلا ميوس الثالث علشان يخفف هذا العبء عن كاهل المصريين أسقط الدرائب المفروضة عليهم مش كده وبس ده كمان فتح ليهم صوامع الغلال يعني إيه صوامع الغلال دي يعني مخازن الحبوب مخازن الأمح يعني مدهم بالبتعام طبعا علشان يقدروا يتخلصوا من هذه المجاعة ولذلك كان محبوب جدا زي ما قلت وكانوا بيلقبوا بالخير أو الصالح يبقى فيه عندنا هنا ناخد بالنا فيه لقبين احنا خدنا لقب المنقذ ده اللقب اللي أطلق على مين بطلميوس الأول ولقب الخير أو الصالح ده اللقب اللي أطلق على حفيده بطلميوس الثالث تمام أما بطلميوس الثاني إيه اللي بيعميز عهده توسعه طبعا في شبه الجزيرة والبحر الأحمر وأفريقيا واحداث ونهضة اقتصادية ونهضة ثقافية تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف المرحلة التانية مرحلة التانية هي مرحلة ايه الضعف والانهيار بداية الضعف بيبدأ مع ضعف الحاكم احنا عارفين طبعا قعدة يعني نمشي عليها على طول ملك قوي دولة قوية ملك ضعيف دولة ضعيفة في عهد بطلميوس الأول والتاني والتالي دول كانوا شخصيات قوية وملوك أكوياء جدا لذلك كانت الدولة في عهدهم تتمتع بالقوة والنفوذ أما في عهد بطلميوس الرابع بدأ الضعف يدب في أنحاء الدولة ولذلك بنعتبر عهده هو بداية لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة بدأت المرحلة التانية من بداية عهد مين بطلميوس الرابع وده بدأ من 221 حتى 205 قبل الميلاد هنا عندنا كان بطلميوس الخامس كان بطلميوس الخامس طفلا لم يتجاوز السابعة عند وفاة والده بطلميوس الرابع يعني دفل عنده سبع سنين طبعا مش يقدر يتولى الحكم ده إزاي يتولى حكم بلد كبيرة زي مصر لذلك كان فيه وصي عليه وهو أجاسوكليس ده اتولى الوصاية عليه وأدار البلاد بما يحقق مصالحه الشخصية للأسف طبعا يعني الوصي دوت أجاسوكليس اتولى الوصاية على بطلميوس الخامس ليه؟ لأنه كان سنه صغير عنده حوالي سبع سنين فبالتالي مش يقدر يحكم فهو اللي انفرض بالحكم ويعني بدل ما يحافظ على أملاك الدولة ووحدتها وقوتها بدأ أنه يعني يدير الدولة بشكل يحقق مصالحه الشخصية هو يعني حقق الفايدة ليه هو اللي تعود عليه هو مش على الدولة والامبراطورية البطلمية ترتب على ذلك انهيار البلاد سياسيا واقتصاديا وفقد معظم أملاكها الخارجية يبقى هنا سؤال هنا لماذا أقول لك ما النتائج المترتبة على انفراد أجاسوكليس بالوصاية على بطلميوس الخامس أو ممكن نقول إدارة البلاد لأجاسوكليس بشكل يحقق مصالحه يعني إيه اللي ترتب على كده؟ ترتب على ذلك انهيار البلاد وفقد معظم أملاكها الخارجية وبرضو ده درس نتعلم منه إيه؟ إن احنا لما بنتجه ليه يعني إن احنا نبص المصالحنا الشخصية في الحالة دية بنفقد كل حاجة بنفقد كل المكاسب اللي احنا حصلنا عليها لكن لما بتسعى لمصلحة البلاد ومصلحة الشعب المصلحة العامة ده بيخلدك وده يعني إنت كده بتعمل لصالح الناس والناس حتى كمان بتقف جنبك وبتسعدك وبتأيدك وبتحميك طبعا وبتقويك بتقوي مركزك لكن اللي بيسيب كل ده ويسيب مصالح الشعب ومصالح الدولة ويبص بس المصلحته الشخصية بيخسر كل حاجة بيخسر البلد وبيخسر حتى كمان إيه؟ نفسه وكل مكتسباته كيلو باترة السبعة آخر ملوك البطالمة اتولت العرش مع أخوها بطلميوس الثالث الثالث عشر وغرق أثناء حرب الأسكندرية يعني كيلو باترة السبعة دي كانت بتحكم مصر مع أخوها بطلميوس الثالث عشر وحدثت حرب بينهم في الأسكندرية والبطلميوس الثالث عشر ده غرق في أثناء الحرب أجلسها يوليوس كيسر بجوار أخيها الأصغر بطلميوس الرابع عشر على عرش مصر في عندنا معلومة هنا برضو نشوفها سانة ده يوليوس كيسر كيلو باترة السبعة ضد أخيها بطلميوس الثالث عشر في حرب اسكندرية يعني هو كان واقف من يوليوس كيسر بس دوت الأول عشان نكون عارفين ده الإمبراطور الإمبراطورية الرومانية حاكم الإمبراطورية الرومانية دي كانت إمبراطورية يعني بدأ كده في يعني السعود كده والزهور في العالم كانت دولة البطاليمة بتنهار ودولة الرومان بتبدأ بقى هي صاحبة القوة والنفوس في العالم وكان يوليوس كيسر حاكم هذه الإمبراطورية وحاولت كل بطرة أنها تتحالف معاه حتى تصبح هي يعني ملكة على روما ولكن تقتل يوليوس كيسر وبعد كده تولى أنتونيوس الإمبراطورية الرومانية تتقسم بين اتنين بين أنتونيوس وإكتافيوس وأنتونيوس هيبقى هو صاحب الأجزاء الشرقية منها اللي كان من ضمنها مصر فهيجي لمصر وهيتعرف على كل بطرة وهيتزوجها وهيتحالف مع بعض ضد إكتافيوس فهتحصل حرب بين أنتونيوس وإكتافيوس اللي هي معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد هينتصر فيها إكتافيوس وهينتحر أنتونيوس وهتنتحر بعد كل بطرة بعد ما عرفت بهزيمة أنتونيوس هتنتحر لأنها فضلت الموت على أن هي تكون أسيرة عند إكتافيوس وبذلك طبعاً هينتهي حكم البطاليمة بانتحارك البطرة لأنها آخر ملوك البطاليمة في مصر وهتصبح مصر تحت الحكم الروماني تعرفنا كده على الجزئية دي تبقى قولنا أن يوليوس كايسر أجلس كيلوباترا بجوار أخوها بطل ميصر الرابع عشر لكن هي تخلصت من أخوها أتلته علشان يعني تجلس بدلاً منه ابنها من زوجها يوليوس كايسر وكانت بتخطل تصبح ملكة على روما تحلفت مع ماركس أنتونيوس بعد وفاة يوليوس كايسر لكنه انتحر بعد هزمته على يد القائد الروماني إكتافيوس في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد ناخد بالنا كويس قوي من الأحداث دي والمعارك والسنوات كمان تتحفظ عندما علمت كيلوباترا بنتاء الحكم البطلمي قررت الانتحار عام 30 قبل الميلاد وبكده انتهى حكم البطلمة تعالوا بقى دلوقتي هنتكلم عن مزار الحضارة الهيلينستية في مصر طبعا هنا في مجموعة من الأسئلة على الجزئية اللي احنا خدناها أنا هسيبها لك أنت تحلها تشوف فهمناك للجزئية دي تعالوا بعد الوقت نتعرف على مزار الحضارة الهيلينستية طبعا الحضارة الهيلينستية ده الاسم اللي اطلق على الحضارة اللي مزجت بين حضارة بلاد الأغريق وحضارات الشرق القديم والحضارة دي طبعا اللي عملها الإسكندر الأكبر لما جاء مصر واتطلع على حضارتها العظيمة عجبته جدا وحاول انه هو يعمل مزيج بين حضارة الأغريق وحضارة مصر وحضارات الشرق القديم فظهرت الحضارة الهلينستية وعمل اسكندري عشان تكون مركز لنشر هذه الحضارة نشوف بقى ما ظهرها في الحياة السياسية نظام الحكم عند البطاليمة زي ما احنا شفنا دلوقتي كان نظام ملكي نقلوا البطاليمة عن الملوك الفراعنة وقام على أن للملك الحق في تملك كل شيء في مصر يعني الملك ده كان يعني كل حاجة في مصر كده بتاعته كل الأراضي كل المنشأة كل شيء في مصر كان ملك للملك وكل كمان السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ودينية يعني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة والسلطة العليا في البلاد دي كان السلطة الملك كان بيساعدوا في الحكم الوزير وكبير القضاء كده تعرفنا على الحياة السياسية في عهد البطاليمة تعالوا نشوف الحياة الاقتصادية طبق البطاليمة نظام الاحتكار ناخد بالنا ونحفظ كويس قوي دية طبقوا نظام ايه نظام الاحتكار على الحياة الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة طب ليه عملوا كده؟ لإقامة اقتصاد قوي يجعل الدولة قوية مما يساعد على التأثير في سياسات العالم يعني ايه الاحتكار؟ يعني تبقى الدولة هي المسؤولة عن كل شيء في الأمور الاقتصادية كل شيء عن الزراعية هي اللي تحدد المحاصيل الزراعية وهي كمان اللي تحدد أسعارها هي اللي تحدد ايه المصنوعات؟ وهي اللي تتولى الاشراف على الصناعات الموجودة في البلاد يعني صاحبة المصانع وصاحبة الصناعات والتجارة أيضا هي اللي تتولى الاشراف عليها يعني محدش مثلا يزرع اي حاجة كده على مزاجه لأ محدش يعمل مصنع كده ويعمل اي صناع لأ لأن الدولة هي المسؤولة عن كل ده هي محتكرة لحياة الاقتصادية وهي زي ما قلنا عملت النظام ده ليه؟ علشان يبقى اقتصاد الدولة اقتصاد قوي يبقى هي المتحكمة في كل النواحي الاقتصادية في البلاد فلما يكون اقتصادها قوي هيبقى ليها تأثير في سياسات العالم هل في علاقة بين الاقتصاد وبين السياسة؟ علاقة وثيقة جدا طبعا الدولة القوية اقتصاديا بتكون قوية سياسيا وقوية أيضا عسكريا في حالة ضعف الدولة من ناحية الاقتصادية بتبدأ تضعف سياسيا وعسكريا ويبدأ من السهل السيطرة عليها وده طبعا درس بنتعلمه برضو من التاريخ وعندنا طبعا نمازج كتيرة وأمثلة كتير فاكرين دولة المماليك لما دولة المماليك كانت متحكمة في طرق التجارة وكانت نقا قوية جدا من ناحية الاقتصادية وأيضا كانت قوية سياسيا وعسكريا وكانت بتحكم إمبراطورية كبيرة ومساحات كبيرة طبعا من العالم بدأ ضعفها إمتى لما البرتغاليون اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح فبدأت تضعف من ناحية الاقتصادية ولما ضعفت اقتصاديا ضعفت سياسيا وعسكريا وتمكن العثمانيين من السيطرة عليها واحتلال ممتلكتها الاستلاء على ممتلكتها تمام فدي حاجات برضو بنعرفها من التاريخ إحنا دلوقتي لو عايزين نبقى مؤثرين في العالم وسياسة العالم لازم نهتم بإيه بقى؟ نهتم بالاقتصاد نقوي نفسنا في النواحي الاقتصادية في الحالة دي يعني على طول هنبقى لينا كلمة ولينا تأثير في السياسة العالمية تعالوا نشوف البطلمة عملوا إيه في النواحي الاقتصادية نبدأ بالزراعة اهتموا بيها طبعا لأن زراعة دي كانت أساسا نشاط الاقتصادي في مصر مصر اقتصادها كان قائمة على الزراعة وحضرتها قائمة على الزراعة وفيها طبعا المقاومات بتاعتها متكفرة باعتبروها طبعا أو باعتبرها الركيزة الأولى للاقتصاد المصري فعملوا على النهود بها إيه الحاجات اللي عملوها في الزراعة؟ إصلاح نظم الراي وشق القنوات وإقامة الجسور إصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية طبعا علشان يزودوا الانتاج بأكبر قدر ممكن لأنه هم دلوقتي هم مش هيأكلوا الشعب المصري بس لا ده هم هيأكلوا يعني شعب الأغريكو كله يعني هتبقى مصري كده مزرعة ليهم والمستودع بتاع الغذاء بتاع إيه الأغريك استخدام وسائل الراي الحديثة قستقيا والتنبور دي أساليب راي حديثة استخدموها في الوقت ده اتباع نظام الدورة الزراعية للحفاظ على جودة الأرض وخصوبتها والاهتمام بزراعة المحاصيل كالقمح والزرع والشعير وأيضا استخدام أنواع جديدة من الفواكه خاصة العنب والتين والرمان والمشمش دي الحاجات اللي اهتموا بيها في الزراعة كمان بالنسبة بقى لملكية الأرض قسمت الأرض الزراعية بمصر في عاد البطالمة إلى خمسة أنواع يعني كانت عندنا الأرض خمسة أنواع فيه أراضي للملك أراضي الملك ديت أراضي الملوك الفرعنة اللي قالت للملوك البطالمة باعتبرهم ورصة للفرعنة كمان كان فيه أراضي مقدسة دي كان بيمنحها الملوك للمعابد وكان فيه منها نوعين أرض مخصصة للكهنة اللي هما مسؤولين عن المعابد وأرض مخصصة للإنفاق على المعابد يعني بيستغلوا الأرض وبياخدوا منها ربح وياخدوا الفلوس دي تينفكوا منها على المعابد زي أرض الأوقاف دلوقتي مثلا الأراضي اللي احنا عندنا دلوقتي فيه أراضي اسمها أراضي أوقاف يعني دي ممكن بتستغل مثلا بطرق تجارية وكده والفلوس اللي بتيجي منها بيتم الإنفاق منها يعني يبيع على الجوامع بقى المساجد والنوحي الدينية وهكذا فيه كمان أراضي الإقطاعات العسكرية دي الأراضي اللي منحها البطالمة للجنود المرتزقة من الإغريق الذين اعتمد عليهم البطالمة في تكوين جيشهم كان طبعا فيه جنود مرتزقة موجودين في مصر في عد البطالمة وكان البطالمة بيعتمدوا عليهم في الجيش طبعا بشكل كبير كان المصريين يعني ما كانوش بيدخلوا في الجيش كانوا بس مخصصين للزراع يزرعوا يصناعوا وهكذا لكن بالنسبة بقى للحرب والقتال وكده كانوا البطالمة بيستعينوا بالجنود الإغريق وكانوا طبعا بيهبوهم قطع من الأراضي اللي هي بنسميها أراضي إيه؟ أراضي الإقطاعات العسكرية فيه كمان أراضي الهبات الأراضي اللي بيمنحها البطالمة لكبار موظفيهم يعني مثلا الملك لأ موظف عنده وقف كده وبيشتغل كويس وحابب أنه يكفء وممكن يديله يهبوا مثلا قطعة أرض أراضي المدن الأراضي اللي تخصصها الدولة للمدن التي تتمتع بوضع المدينة اليونانية يعني أرض كانت الدولة بتخصصها لإقامة مدن يونانية زي نوكراتيس ودي أقدم مدينة إغريقية في مصر يعني اتعاملت كمان قبل الأسكندرية ومدينة الأسكندرية ومدينة بطلا ميس اللي عملها بطلا يموس لتخليط برضو ذكراء يعني زي ما الإسكندر عمل الأسكندرية دي كانت من أهم المدن اليونانية كده تعرفنا على الزراعة في عهد البطلمة نشوف بقى الصناعة كانت مصر منذ القدم موطن للعديد من الصناعات إحنا عارفين الصناعة كانت مزدهرة في عصر الفرعنة وكان فيه صناعات كتيرة موجودة طبعا عندنا فالبطلمة اهتموا أيضا بالصناعة ونموا بعض الصناعات منها صناعة الزيوت الفخار والزجاج والتعدين وقطع الأحجار صناعة الجلود والمنسجات الورق من نبات البرج طب نيجي بقى للتجارة ازدهرت التجارة في عصر البطلمة أيضا البطلمة استغلوا موقع مصر الممتاز في قلب العالم القديم بأنهم بدأوا يعني نشطوا التجارة فكانت التجارة في عدوم مزدهرة بسبب موقع مصر زي ما قلت وازدهر النشاط الزراع والصناعي أيضا لأن التجارة مرتبطة بيهم يعني لو الزراعة والصناعة مزدهرين هي كمان متزدهر لأن هي بتقوم بإيه يعني التجارة دي يتعبارها عن مجموعة من المحاصيل والمصنوعات اللي بنبيعها ونشتريها بنتجر فيها فهي مرتبطة بالحرفتين دول في حالة ازدهرهم هتزدهر في حالة ادمحللهم هتدمحلها كمان اهتم البطاليمة بالنواحة التجارية حيث عملوا على إنشاء المواني على ساحلية البحرين الأحمر والمتوسط يعني علشان يهتموا بالتجارة عملوا إيه عملوا مواني على البحر الأحمر والمتوسط وأقاموا ترسانات لبناء السفن يعني إيه ترسانات دي زي مصانع كده لبناء السفن وكمان بناء المنارات لإرشاد السفن مثل منارة اسكندرية زي ما احنا شايفين أهوت كانت بتعد أحد عجاب الدنيا السبعة المنارة دي كان الهدف منها إرشاد السفن وكان الدق بتاعها بيرع على بعد خمسين كيلو في البحر هي مكونة من ثلاث طوابق زي ما انت شايف في الصورة طبعا هي مش موجودة حاليا هي انهارت طبعا بسبب زلزال قوي تعرضت لي مصر ومش موجودة اللي موجود ما كانها دلوقتي في اسكندرية هي قلعة كايت باي وفي مشروع يعني محاولة لإعادة إحياءها مرة أخرى ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه يبقى البطلي ما أقاموا المنارات مثل منارة اسكندرية لإرشاد السفن طبعا وتنظيم شؤون الجمارك وسكل عملة لتسهيل التبادل التجاري أيام الفرعنة ما كانتش فيه عملات كان نظام التعامل نظام المقيدة مبادل السلعة بسلعة لكن البطلي ما عملوا إيه بقى عمل العملة سكل عمصانة وعملات فدية وبرونزية زهبية وهكذا لتسهيل عملية التبادل التجاري انقسمت التجارة في عصر البطلي ما إلى نوعين تجارة داخلية وتجارة خارجية الداخلية دي سيطرت عليها الدولة عن طريق إحكام رقبتها على الأسواق والتدخل في تحديد الأسعار وخاصة السلعة التي تخضع لسياسة الاحتكار احنا قلنا بقى هي عملة سياسة احتكار فهي كمان اللي بتحدد السعر السلعة أما التجارة الخارجية انتعشت نتيجة لإنشاء البطلي ما عدة مواني على البحرين الأحمر والمتوسط وأصبحت اسكندرية أكبر المواني في العالم القديم كده اتعرفنا على النواحي الاقتصادية في عهد البطلي ما تعالوا نشوف الحالة الاجتماعية رغب البطلي ما في إقامة دولة تقوم على قصص شرقية مع إدفاق السبغة اليونانية عليها يعني إيه؟ يعني هم عايزين يمزجوا كمان المجتمع المصري يبقى يعني الدولة كده طبع شرقي وعليه سبغة يونانية تمام؟ يعني مزيج كده بين الشرق وبين الأغريق فعملوا على الظهور أمام رعاياهم من المصريين في مظهر الحكام الوطنيين حاولوا أن هم يتقربوا من المصريين يعني لبسوا ملابسهم حتى لدرجة أنهم كانوا بيلقبوا نفسهم بعض الألقاب الفرعونية فتحوا أباب البلاد على مسرعيها أمام الأجانب خاصة المقدونيين والأغريق للاعتماد عليهم كأعوان مخلصين في تكوين دولة بطلمية حديثة يعني علشان أعدادهم تزيد ويقدروا أن هم يستعينوا بهم في الوظائف في الجيش في الحاجات المهمة يعني المناصب المهمة برضو هم كانوا متخوفين من المصريين خوفا من قيام المصريين في أي وقت بالثورة عليهم بالتخلص منهم وكذا فكانوا رغبين أن يبقى عدد الأغريق في مصر كبير ويقدروا أن هم يعتمدوا عليهم كمان توفر رؤوس الأموال لديهم لأن الأغريق كانوا بيشتغلوا بالتجارة وكان عندهم رؤوس أموال كتيرة وخبرات بأحدث الأسالب الاقتصادية ونظم التجارة العصرية فهم استعينوا بهم وسمحوا لهم بالهجرة إلى مصر لهذه الأسباب يعتمدوا عليهم كأعوان مخلصين في تكوين دولة بطلمية حديثة وكمان بسبب توفر رؤوس الأموال لديهم والخبرات بأحدث الأسالب الاقتصادية ونظم التجارة العصرية طبقات المجتمع المصري في عصر البطلمة كان بتكون من ثلاث طبقات الطبقة العليا طبعا أعلى طبقة هي المقدونيين واليونانيين اللي هم يعني بيحكموا البلد شجعهم البطلمة على الاستقرار في مصر واختصوهم بالوظائف العليا وأغضقوا عليهم المنح والهبات دي كانت الطبقة العليا في المجتمع أما طبقة اليهود يهود اسكندرية دول كونوا جالية كبيرة في اسكندرية كان لهم وضع اجتماعي مميز حيث اشتغلوا بالتجارة والأعمال المصرفية والإقراض ده بالنسبة ليه اليهود المصريين بقى للأسف كانوا طبعا هم الطبقة الدنيا في المجتمع كانوا يعني يعني بيعملوا طبعا كأقل طبقة هم أهل البلاد والأغلبية الصاحقة وعماد الاقتصاد بيعتبرهم الأيدي العاملة كانوا بيشتغلوا طبعا عمال الزراعة والصناعة والخدمات وهكذا كيف عامل اليونانيون المصريين؟ كان اليونانيون بيعملوا المصريين معاملة تتسم بالتعالي أكيد طبعا أي حد بيحتل دولة يعني بيحس انه هو طبعا هو الحاكم وهو الملك وهو المسيطر فبيعمل أهل البلد ديت بمعاملة يعني عالية شوية لأنه هم أقل أو هم عبيدة عنده خدم عنده هكذا تغير الوضع قليلا عن منذ عهد بطليموس الرابع حيث أخذت الدولة تفسح المجال للمصريين لتولي وظائف أعلى وتشكلت منهم فئتين يعني في عهد بطليموس الرابع ليه في المرحلة التانية بدأ انه هو يعني يوسع المجال شوية ويخلي المصريين يشتركوا في الوظائف الحكومية العالية تشكلت منهم فئتين موظفين ومحاربين الموظفين حيث بدأ المصريين يشغلون بعض الوظائف في الجهاز الإداري ولذلك أقبل المصريون على تعلم اللغة اليونانية لأن هي دي اللي كانت اللغة السائدة واللغة الرسمية في عهد الاحتلال اليوناني أو في عهد البطليمة كانت اللغة السائدة في مصري كانت اللغة اليونانية طبعا لغاتهم هم لذلك المصريين اللي عايزين يشتغلوا في الوظائف الحكومية لازم يكونوا متعلمين هذه اللغة وكمان المحاربين وده لما بدأت أعداد الأغرق تقل شوية فبدأوا انهم يستعينوا ببعض المصريين في الجيش التواصل الاجتماعي بين مصر والبطليمة تأثر البطليمة اليونانيون بالكثير من مظاهر الحياة المصرية فتعلموا اللغة المصرية وعبدوا الأليها المصرية واتخذوا أسماء مصرية احنا قلنا انهم حاولوا انهم يعني يخلطوا نفسهم كده بالمصريين فكانوا بيتزايب زيهم يعني يلبسوا ملابسهم زي الفرعانة وكمان يتكلموا يحاولوا هما يتكلموا باستخدموا مصطلحاتهم واللغة بتاعتهم لغة الهيرغولفية وعبدوا الأليها المصرية منها طبعا الأليها إزيس اللي انتشرت عبادتها عند الأغريق بشكل كبير جدا واتخذوا أسماء مصرية نشوف بقى الحياة الدينية أدرك البطاليما أهمية العقيدة الدينية عند المصريين طبعا احنا قلنا المصريين أطقل أمم زي ما قال هيرودوت والإسكندر استفاد قوي من المعلومة دي ودخل للمصريين عن طريق إيه؟ عن طريق الدين وبقى اتبعوا برضو بطلميوس الأول وهكذا كانوا عارفين أن علشان تتقرب من المصريين اهتم بدينهم وعبادتهم ومعبودتهم وتقرب إليهم من هذه النحية فاتسمت سياستهم الدينية بالتسامح الديني واحترام الدينة المصرية يعني لم يعني كانوا بيحترموا الدينة المصرية لم يحتقروها كما فعل الفرصة طبعا كانوا بيقوموا بناء معابد للآلهة المصرية المصريين بيزوروا معابد بتاعة المصريين ويقدموا القرابين لهم للآلهة قام بطلميوس الأول بتقديم القرابين للآلهة المصرية فور دخول مصر كما فعل الإسكندر وأعاد التماثيل للآلهة المصرية التي استولى عليها الفرصة أثناء احتلالهم لمصر دي حاجة برضو يعني تقربها تقربا للمصريين يعني خلت المصريين يحبوا هذا الملك طبعا لأنه هو بيحافظ على أثارهم والمعبودات بتاعتهم وهكذا أنشأوا كمان العديد من المعابد في سعيد مصر بنيت على التراز المصري صوروا فيها أنفسهم بملابس الملوك الفرعنة يقدمون القرابين للآلهة المصرية تفي عندنا هنا طبعا معبد فيله وده اتعمل الآلهة إزيس ومعبد إدفو لعبادة الإله حورس ما زالت طبعا المعابد دي موجودة حتى الآن تأثرت البطاليمة أو تأثر بطاليمة بالعبادات المصرية حيث شبهوا الآلهة المصرية بآلهتهم وزي ما قلت لكم كانت من الآلهة اللي نقلت من مصر كانت الآلهة إزيس اللي انتشرت عبادتها في بلاد الإغريق نشوف بقى الحياة الثقافية والعلمية اهتموا بالعلم مما جعل الأسكندرية تحتل لمركز الصدارة وتتفوق حتى على أسينة يعني أسكندرية كانت مركز العلم في العالم في تلقى الفترة متفوقة بذلك على أسينة نفسها عملوا في أسكندرية عملوا جامعة أسكندرية ومكتبة الأسكندرية أنشأوا دار للبحث العلمي اللي هي حاليا جامعة الأسكندرية أو يعني عرفت بجامعة الأسكندرية فيما بعد وايضا زودوها بمكتبة مكتبة الأسكندرية بس مش من مكتبة الجديدة دي طبعا المكتبة الحديثة هي تعملت مكانها تعملت في نفس المكان اللي كانت موجودة في المكتبة الأديمة بس طبعا بشكل بقى حديث وكان لإنشاءهم أثر كبير في جذب العلماء والدارسين من شتى أرجاء العالم يعني الجامعة والمكتبة جذبوا العلماء وجذبوا الدارسين من كل أنحاء العالم الأسكندرية للدراسة فيها وفي مجموعة من العلوم نبغ فيها يعني او ظهرت في الجامعة منها علم الفلك والرياضيات والطب والجغرافية والتاريخ والادب ونتعرف على بعض الشخصيات وطبعا نحفظ اسمائها كويس قوي بالنسبة للفلك تقدم علم الفلك على يد العالم الرياضي ريسترخوس يعني نحفظ الاسم ده ده ريسترخوس ده علم في علم ايه علم الفلك هو اول من قام بدراسات نسبية لأحجام الشمس والقمر والارض في الرياضة عندنا اقليدس وضع كتاب الاصول في الهندسة الرياضية واللي نظرية طبعا مشهورة باسمه نظرية اقليدس وارشي ميدس ده صاحب قانون الطف بالنسبة للطب ببرع علماء الاسكندرية في التشريح والجراحة ومن اشهر العلماء هيرو فلوس ده اكتشف الدورة الدموية واستخدم اداء لقياسة سرعة النبط فيه برضو عندنا معلومة هنا اثناء عهد بطلميوس الثاني كان عامل طبعا حديقة حيوان وده ساعد في تطور علم الحيوان يعني ساعد في دراسة الحيوانات وتطور علم الحيوان بالنسبة للجغرافية شهدت اهتمام كبير برضو بجامعة اسكندرية بفضل تشجيع البطلمة توصل علماءها للكسير من الحقائق والمبادئ العلمية الجغرافية الحقائق اللي توصلوا لها في الوقت ده نظرية دوران الارض حول الشمس وقياس محيط القرى الارضية يعني قدروا ان هم يتوصلوا الى نظرية بتقول ان الارض بتدور حول الشمس لان فيه كان فيه قبل كده نظريات بتقول ان الارض سبتة وكل الافلاك بتدور حولها فهم غيروها وقالوا ان الارض ايه بتدور حول الشمس وكمان قدروا يقيسوا محيط الكرة الارضية بالنسبة للتاريخ فيه طبعا مؤرخ مشهور قوي مؤرخ مصري هو مانيتون وده قدر ان هو يعني يكتب التاريخ المصري باللغة اليونانية وقسم تاريخ مصر الفرعونية لتلاتين أسرة وهو التقسيم المتبع في عصرنا الحالي يعني التاريخ اللي احنا ماشينا عليه او دراستنا للتاريخ تابعا لتقسيم مانيتون بالنسبة للأدب شهد ازدهار كبير واطلق على الأدب اليوناني في عصر البطاليمة الأدب السكندري من أشهر الانجازات الأدبية نشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيرودوت دي الحاجات اللي يعني انجازتهم في المجال الأدبي كده تعرفنا على مجموعة العلوم اللي اشتهرت بيها جامعة الأسكندرية وأهم العلماء دلوقتي في عندنا برضو مجموعة من الأسئلة على الجزئية اللي احنا خدناها برضو هسيبها لك انت تحاول تحلها لوحدك علشان تشوف مدى فهمك للدرس بكده بنكون خلصنا درسنا النهاردة ان شاء الله بعد كده بإذن الله يبقى فيه مراجعة على الجزء دو تحضرها لك أنا وهنبقى فيه مراجعة أيضا من الأسئلة الموجودة في كتاب الامتحان نحلها مع بعض أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة